اتخذت وزارة الداخلية الكويتية العديد من الإجراءات للإصراع في تسليم جثامين المصريين الخمسة الذين لقوا مصرعهم ضمن 15 شخصاً في الحادث المروري المروع الذي وقع على طريق الأرتال أو الأمس الأحد ووجه وزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح الأجهزة الأمنية المعنية بضرورة إنهاء إجراءات جميع ضحايا الحادث بشكل سريع وتسليم جثامينهم إلى زاويهم في البلاد أو إلى ممثل صفراتهم في الكويت